هذا وقد أكد السيد الرئيس ضرورة تغيير ثقافة البناء غير المخطط في مصر وتجاوزها مشيرا إلى حجم الإشغال غير المستغل على طريق الدائري في هذا الإطار شدد رئيس السيسي على أن الدولة لن تترك مكان في مصر به طلب على السكن مشيرا إلى أن مبادرات الإسكان الاجتماعي تلبي جميع طلبات الإسكان بمختلف فئاتها طيب يا جماعة لو أنت معك قرشين بتبني خمس ست دوار مش هتسكنوا أو هتسكن منهم دور والباقي لأ ليه يعني فهمنا يا دكتور مصطفى المبلغ ده لو أنت حطته في البنكة ده هيوفر لك عائد مناسب أنت بتبني على الأرض الزراعية بتبني على أرض حتى مش بتاعتك لكن اللي بتبنيه عليه ده مش هيجيب لك حاجة مش هيجيب لك حاجة وأنا بقول لكم كده لأن يبدو أن دي ثقافة عندنا حتى في الريف تبص لأن تبني دور ودورين وهو مش يمكن مش محتاجه دلوقتي محتاجه كمان 10-15 سنة إن كان هيحتاجه لأبنائه إحنا لازم نتجاوز الحتة ديت النقطة دي كمواطنين كشعب مش ممكن أبدا بقول لكم يعني حجم المساكن اللي بشوفها أنا على الداري أنا بقمص برضو حد يقول لي لا أنت مش أخذ بالك أقول لك ده ما فيش شباك ده يا دكتور مصطفى ده ما فيش شباك راكب يعني حتقول لي أن هي سكنة ده ما فيش شباك راكب يعني شباك شكرا